التساؤلات حول مستقبل المعاهدة النووية للصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى أجيب عنها اليوم على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو بعد إعلانه انسحاب بلاده من المعاهدة النووية مع روسيا ولم يبقى للمعاهدة التي وقعها الرئيس الأمريكي رونالد ليغان ونظيره السوفيتي ميخايل جورباتشوف عام 1987 أي علاقة بجهود الحد من انتشار الأسلحة النووية واشنطن التي انسحبت خلال سنتي رئيس ترامب الأولى في الحكمة من عدة معاهدة واتفاقيات كالاتفاق النووي الإيراني واتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي ومعاهدة باريس للمناخ علالت اليوم انسحابها من المعاهدة بأنه يأتي ردا على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية تصريحات بومبيو الواضحة جاءت بعد اتهامات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لروسيا بانتهاك المعاهدة إضافة إلى اتهامات مشابهة وجهها قادة الاتحاد الأوروبي لموسكو في المقابل أكدت موسكو التزامها ببنود المعاهدة مشيرة إلى استعدادها لعرض وثائق ومستندات أمام مسؤولين ووسائل إعلام في محاولة لتبديد المخاوف الدولية نحوها ما أفصح عنه بومبيو أثار قلق عدد من الدول الأوروبية والتي رأت أن أي نزع ينشب بين الشرق والغرب سيجعل دول وسط أوروبا الخاسرة الأكبر منها لكن هل كانت للمعاهدة أثر في الحد من اتشار الأسلحة النووية أو تصنيعها؟ يتساءل البعض بينما يتساءل آخرون عن شكل عالم من دون تلك المعاهدة اشتركوا في القناة